السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حل أول نموذج للصفة الرابعة الاتبائي على يونت 7 احنا كنا نزلنا النماذج وده حل أول نموذج اللي هو على يونت 7 يلا مع بعض كده يا شباب نبدأ نحل النموذج الأول الأول هنا حضرتك هاتي اختار كلمة وتحطها مكان النقط طيب قبل ما تحل لازم تعرف معاني الكلمات اللي موجودة عندك فوق أول كلمة what is the meaning of friend أكسلنت صديق how's منزل nervous أيوه عصبي school madrasa my name is retail today is my first day in school I'm feeling very space now أنا سأذهب إلى باس أجدت ساندي في باس هي جميلة هي جميلة هي جميلة هتبدأ حضرتك تقرأ والترجم في دماغك وعشان تختار الكلمة الصحيحة ميناميس دريتال أظن سهلة اليوم هي جميلة الأولى في المنزل اليوم هي جميلة الأولى في المنزل اليوم الأول في المدرسة أشعر أنا أشعر جميلة لأن بيكي أدام الصفات ولدي صفة ولدي صفة وإنما كلمة nervous هي الوحيدة لصفة وتنفع هنا I'm feeling very nervous now وأنحاسس أن أنا عصبي O'kay I'm going to buy bus Going to what Going to house إذا كانت هي في الhaus أصلا I'm going to friend أتروح لصديقتها I'm going to school طبعا I'm going to school by bus أنا بروح المدرسة بالbus ترجمك ساندي في الباس انا قابلت انا قابلت ساندي في الباس هي جميلة جدا هيما اي واته هيما اي Ye America هل ساندي هتكون اي اي من الا عبائلة؟ هي أصدقائي يبقى هنا سكول وهنا أصدقائي السؤال الثاني ماتش هنا اتعلم ان انت ما تقراش اليما الأولى دي الأولى اقرأ كولم بي العمود للبي رقم بي هذا طيب انا عارف انك هتعلق هتقول لي انت بتقولها ريجينز وهي الاستاذ او المستر او الميس بتقولها لي ريجينز لا طبعا هي اسمها ريجين سواء امريكان او بريتش طيب تعال انترجم مع بعض العمود ده ونشوف live in the desert live in the desert يعني يعيش في السحراء is one of the largest reptiles طبعا عارفها the shortest river in the world the shortest river in the world ها ايوا اقصر ايه تمام live in the architech regions بيعيش فين ايوا المناطق القطبية the longest river in the world اطول نهر في العالم طيب تعال نقول the nile is there the nile is what هنقول live is ايوا برافو عليك is the longest river in the world يعني نهر النيل يعني نهر النيل هو اطول نهر في العالم وخلي بالك هنا ذا مكررة في الاذنين and with people and with people who are the and with people ايوا who live in the architech regions اوكي the nile crocodile ايوا is one of the largest reptiles جميل بدون people live in the desert اللي بيعيشوا في الصحراء اوكي طيب تعال نروح للسؤال البعده تعال نقرأ مع بعض القطعة d the largest river in the world is the nile the longest river in the world is the nile it has two branches in egypt it's about 6,670 kilometers long egyptian farmers grow food near the nile because the nile soil is very rich in nutrients fishermen can take boats down the nile to catch fish the nile is home for different kinds of fish birds and turtles هنترجم القطعة دي مع بعض اوكي the longest river in the world is the nile يعني اطول نهر في العالم هو نهر ايوا نهر النيل it has two branches in egypt عنده فرعين في مصر طبعا تعرفينهم هم ضميات ورشيد it's about 6,670 كيلومتر long يعني طوله هو الرقم اللي قدامك ده 6,670 كيلومتر ايجبشان farmers grow food near the nile المصريين المزارعين المصريين بيزرعوا الاطعمة او الطعام قريبا من النهر لماذا؟ because the nile soil is very rich in nutrients لأن التربة التربة النيلية غنية غنية بالمواد الغذائية fishermen can take boats down the nile to catch fish يعني الصيادين ممكن ينزلوا النيل ويصطادوا the nile is home for different kinds of fish birds and turtles يعني مأوى وملقة لعديد من الأسماك والطيور والسلاحف طيب تعال معايا هنا السؤال الأول the nile has branches in Egypt has what one or two or three branches أيوة two branches in Egypt عنده فرعين في مصر زي ما قلنا دميات ورشيد grow food along the nile مين دول اللي هما بيزرعوا؟ أيوة الصيادين؟ لا 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 farmers yeah excellent great job طيب how long is the river nile طبعا لو رجعت للقطعة هتلاقي هيقولك it's about 6,670 km long okay why do farmers grow crops near the river ليه بيزرعوا حوالين النهر؟ because the nile soil is rich in nutrients لأن التربة النيلية هي غنية بالمواد الغذائية تعال روح للترتيب طيب the first question hair crops the farmer in sells the market هقول إيه؟ the farmer جميل ها؟ فين الفعل؟ أيوة sales يبقى أشوف الفاعل وحطوا الراه الفعل يبقى أنا كده أخذت نص الدرجة وأكمل the farmer's sales بيبيعوا إيه؟ hair crops تمام؟ المنتجات أو المحاصيل in the market في السوق the teacher you what think did about طيب هقول إيه؟ did you think أيوة what did you think about the teacher يعني إنت ماذا كنت تظن بالمعلم؟ the desert very climate hot is the desert climate يعني تقس الصحراء is very hot حار جدا طيب punctuation الترقيم بيقولك we live near the river and there are lots of trees around us يعني إحنا بنعيش حوالين النهر وفي كثير من الأشجار حوالنا إحنا طبعا عارفين إن دي جملة ونحط في الآخر نقطة وفي هنا ممكن نحط a comma أوكي؟ تمام write a paragraph of 18 words using the following guidance elements يا طيب هو جايب لك هنا كلمتين أو حكتين تقدر تكتب بيهم 18 كلمة طيب إزاي؟ هو عايز عن your village قريتك lots of trucks كثير من الشاحنات يعني سوري طيب هقول إيه؟ عشان تكتب عن قريتك أول حاجة أقول لنا أنت عايش فين where do you live قولي أول جملة where do you live حضرتك تقولي I live in لو مش عايز تكتب اسم قريتك تقول I live in a small village in ممكن تقول كايرو in جيزا in أليكسندريا أي مكان أنت حابب تقوله أو حتى لو تقول الشرقية طيب القملة الثانية رد على السؤال what can you see in your village your إنت بتشوف إيه في قريتك اللي بتشوفه ممكن تقول we can see or you can see lots of trucks in our village ممكن تشوف شاحنات كثيرة في القرية عندنا أوكي you can see many animals you can see fields you can see farms أوكي you can see farmers أوكي طيب القملة الثالثة جاوب على السؤال ده what crops do you grow إيه المحاصيل اللي حضرتك بيتزرعوها عندكم في القرية ممكن تقول farmers in our village الفلاحين أو المزارعين في قريتنا grow بيزرعو بيزرعو إيه ممكن تقول wheat ممكن تقول rice على حسب اللي انت شايفو أوكي no sugar cane لو انت من الصعيد طيب تعال هنا السؤال الرابع جاوب عليه عشان تكتب الجملة الرابعة what animals do you keep إيش الحيوانات أو إيه الحيوانات اللي انتو بتربوها هنقول مثلا عنده farmers in our village أيوه كيب many animals like بيربو حيوانات كتير زي إيه مثلا cows goat camels وهكدا وفي الاخر عرفنا انت بتحب قريتك ولا لا أكيد بتحبها فتقول I love my village very much أوكاي يبا انت كده كتبت لي خمس جمل وأكيد الخمس جمل كل جملة هتعدي الخمس كلمات يبا انت كتبت خمسة وعشر كلمة مش تمنتاشر تمام كده تمام إن شاء الله بإذن الله نتواصل تاني مع بعض ونشوف حل النموذج التاني لو لقيت أي صعوبة فأي حاجة في الإنجليش تواصل معي على الواتساب على الرقم ده أشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته